أكد الأمين العام لوزارة الرأي خلال زيارته لولاية ميلة أن الوزارة صاهرة على ضمان التمويل العادي للمياه الصالحة للشربة خلال شهر رمضان الفضيلة وأضف أن المشاكل التي يعانيها مشروع استكمال ربط 16 بلدية بمياه سد بن هارون أو سد تابلوت سيتم إيجاد حل لها نهائيا المزيد في ميكروفون صوفيان بوعون ميلة استفادت من مشروعين همين اللي كان فيه تأخير لكن أعطيت اليوم يعني كل البش يكون تسريع في الأشغال وبش لازم يعني يكون المشروع يعطى فيه وقت إن شاء الله بش تحس الأمور على مستوى ولاية ميلة بالنسبة لشهر رمضان بالفعل على مستوى وزارة الري كانت تأخذت كل يعني الإجراءات من أجل القضاء في نوع من الأرياحية لكل المواطنين من حيث يعني تغفير هذا المورد الحيوي وبصفة منتظمة وبصفة يعني لتخلي المواطن يكون يعني يأدي هذه الشعيرة في كل يعني أرياحي